لا تزال ألاف القطاع الأثرية مفقودة من المتحف الوطني العراقي بعد مرور 15 عاماً على نهبه ففي العاشر من شهر نيسان عام 2003 كان السراق أول من اقتحم المتحف الوطني العراقي لأن موظفي المتحف توقفوا عن الدوام قبل يومين من تقدم القوات الأمريكية تجاه بغداد تعرض المتحف لعملية نهب كبيرة استمرت لستة وثلاثين ساعة لحين مجيء الموظفين للمبنى مرة أخرى 15 ألف قطعة أثرية استولى السراق عليها خلال ستة وثلاثين ساعة استرجعت سبعة آلاف منها ولا تزال أكثر من ثمانية آلاف قطعة أثرية مفقودة بضمنها قطع أثرية يزيد عمرها على آلاف السنين تعود لأقدم حضارات التاريخ الإنساني في منطقة الشرق الأوسط ردود الفعل الدولي الغاضبة تجاه عملية النهب هذا أدت لاتخاذ إجراء حكومي أمريكي فوري بمنح عفو من قبل السلطات أثمرت عن استرجاع ألفي قطعة أثرية بحلول كانون الثاني عام 2004 وتم وضع اليد على ألف قطعة أخرى من قبل محققين عراقيين وأمريكيين ومن بين العمليات الداخلية لاسترجاع القطع الأثرية كان استرجاع تمثال سيدة الوركاء الشهير الذي يعود تاريخه إلى نحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد كما تم الكشف عن وصول العديد من القطع الأثرية عبر عمليات تهريب إلى لندن ونيويورك ومن ذلك وضع اليد على تمثال الملك الآشوري أرغون الثاني في مدينة نيويورك عام 2008 والذي أعيد إلى المتحف العراقي عام 2015 ومن بين القطع الأثرية النادرة التي لا تزال مفقودة هي عيار وزن حجري على شكل بطة سوداء يعود تاريخه إلى أكثر من ألفين وسبعين سنة قبل الميلاد وقد تم اكتشافه في مدينة أور القديمة قطعة أخرى هي عبارة عن إناء مقعر ذهبي محزز استخرج من المقبرة الملكية في نفس مدينة أور تشكيلة الأختام الاستوانية للمتحف التي تستخدم لطبع الصور والأحرف على الطين كانت تشكل الضربة الأكثر إيلاما فمن بين 544 ختما استوانيا مسروقا تم استرجاع نصف العدد تقريبا عملية نهب المتحف الوطني العراقي اعتبرت من أسوأ عمال التخريب الثقافي المتعمد في العصر الحديث لكن الكثير من تاريخ العراق الحضاري الخصب قد تعرض أيضا منذ ذلك الوقت لعمال تخريبا ونهبا وتهديم ترجمة نانسي قنقر